وفي خبر آخر قرر مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان لقضاء استمرار الدوام يوم الجمعة القادم الموافقة 28 من الشهر الجاري في كافة أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا حيث أكد لقضاء أن استمرار الدوام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة كما أعلن الإقضاء عن تخفيض أسعار 29 سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة 5 إلى 29% وتقديم عروض ترويجية على 20 سلعة بالإضافة إلى إدخال أربع مواد جديدة في أسواق المؤسسة وجاءت التخفيضات والعروض ضمن نهج المؤسسة الاستهلاكية المدنية للتخفيف عن كاهل المواطنين